موجز إخباري مع أبرز ما تدولته المواقع الإلكترونية والصحف عن أخبار المملكة العربية السعودية نستهلها مع موقع CNN الذي عنوان السعودية فيديو حارق الكلب يثير ضجة والسلطات ترد وفي التفاصيل تدول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بإحراق كلب الأمر الذي أثار ضجة وتفاعلا واسعا وبرز وسم حارق الكلب بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر مستشهدين بمقطع الفيديو ومن جهتها ردت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر مؤكدة أن عمليات التحقيق للتواصل إلى مرتكب العملية جارا ننتقل إلى الحرة التي نشرت خبرا بعنوان الاثنين أول أيام عيد الفطر في السعودية ودول عربية وأشارت إلى أن المحكمة العليا في السعودية أعلنت تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء السبت مما يجعل يوم الأحد مكملا لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر وكذلك أعلنت سوريا ومصر والسودان والإمارات وقطر والكويت واليمن والوقف السني في العراق أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر وفي الإطار نفسه لفتت صحيفة عقاض إلى أن عيد هذا العام هو العيد الذي ينتظره الناس منذ عامين ولعل ما يعكس لهفتهم هو الإقبال على حجز الاستراحات والمنتجعات التي ستجتمع فيها العائلات بعد أن كان التجمع ممنوعا والفرح محفوفا بالمخاطر وأتت الفرحة بعد الالتزام بالإجراءات واتباع التعليمات والخروج من الأزمة بفضل جهود الجهات الحكومية المعنية مع عيد فطر سعيد يعود من دون احترازات أو تقييد ونختم مع تقسي آخر يوم في شهر رمضان إذ كشفت صحيفة سبق توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق أبرزها المدينة المنورة ويمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتين الرياض والشرقية في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جزان عسير الباحة ومكة المكرمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر